الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابنا الحلوين في الصف الأول اللي بتدائي إزايكم وعملين إيه كل سنوات طيبين عام دراسي سعيد عليكم بإذن الله إن شاء الله هكون معاكم في شرح منهج connect اللغة الإنجليزية منهج سهل وبسيط ومفيد جدا هنستفيد وهنتعلم منه مهارات كتير هتفيدنا في تعلم اللغة الإنجليزية زي مهارة listening، الاستماع، speaking، التحدث، reading، الكراءة، and writing والكتابة هكون معكم إسمانال، يلا بينا عندنا unit one بعنوان hello unit one بعنوان hello يعني إيه hello؟ hello معناها أهلاً أو مرحباً دي تحية لما برحب بحد بقوله hello أما بقابل بابا وماما بقولهم hello بقابل أصحابي في المدرسة بقولهم hello يعني أهلاً طبعاً بي جوان دايماً بتبقى vocabularie يعني بنتعلم مفروضات وكلمات جديدة hello look, listen, and repeat look, listen, and repeat يعني إيه كلام ده؟ look يعني أنظر listen، استمع, and repeat ويقرر اسمعوا ويقرروا ورايا hello, I am miss mona hello, I am miss mona يعني إيه؟ hello يعني أهلاً I am miss mona, أنا miss mona عندنا الأنسة اللي وقفة دي دي المدرسة في المدرسة قابلت الولاد الصبح كده في أول يوم في السكول فبتقول لهم hello, I am miss mona hello بترحب بيهم بتقول لهم أهلاً I am miss mona بتعرفهم بنفسها يعني أنا miss mona فرد عليها صادقنا ده ده اسمه هاني ده صادقنا هاني يبقى دي مسمنة وده هاني هاني قال لها إيه؟ قال لها hello, I am hany hello, I am hany يعني أهلاً أنا هاني رد صادقنا ده يوسف صادقنا يوسف رد قال إيه؟ قال I am يوسف I am يوسف أنا يوسف يبقى miss mona قالت لهم hello ورحبت بيهم وعرفتهم بنفسها قالت لهم I am miss mona هاني رد عليها التحية وقال لها hello I am hany رد يوسف هو كمان تحية على الميس وقال لها إيه؟ قال لها برضو I am يوسف يعني عرفها بنفسه إن هو يوسف هنا عندنا البنتين اللي وقفين دولات صادقنا اللي وقفين دي اسمها إيه؟ هانا اللبسة red glasses دي نظارة حمراء اسمها هانا بتقول إيه؟ I am hana I am hana أنا hana what's your name what's your name ما اسمك؟ بتقول لصديقتها اللي قابتها في المدرسة هما لسه أول يوم وبتعرفوا على بعض قالت لها I am amira I am amira أنا amira إيه اللي تعلمنا يا أصدقاء في البيت جي دي؟ تعلمنا إن لما برحب بحد بقوله hello يعني أهلا لما بعرف نفسي لحد بقدم نفسي لحد بقول hello بقول I am وأقول اسمي I am وأقول اسمي يعني أنا وأقول اسمي زي I am اسمنا I am hany I am يوسف I am hana I am أميرة لما بحب أسأل حد على اسمه بقوله what's your name what's your name يعني إيه؟ يعني ما اسمك؟ PG number two العنوان بتاعها بيقول listening and speaking يعني إيه؟ استماع وتحدث listening استماع speaking تحدث عندنا هنا صديقتنا دي اللي بنشوفها على طول في البيت جي من فوق اسمها إيه؟ اسمها busy be busy be يعني إيه busy be busy معناها مشغول أو مشغولة be يعني نحلة نحلة نقول عليها النحلة المشغولة أو النحلة النشيطة أو النحلة الشائية دي هنتعلم معها حاجات كتير أو يطول المنهج بتقول لنا إيه؟ point and say listen point and say يعني إيه؟ listen استمع point shower and say وقول عندنا صديقتنا هنا بتقول إيه؟ تقول hello hello يعني أهلا أخدناها صديقتنا دي بتشاور بأيديها كده كأنها بتودع حد فبتقول إيه؟ good bye good bye good bye أي كلمة جديدة يا أصدقائي good bye معناها إيه؟ معناها إلى اللقاء إلى اللقاء يعني أما بقى في المدرسة وإحنا مروحين كده بقول لأصحاب إيه؟ good bye إلى اللقاء I am Haney I am Haney أنا Haney I am Hanna أنا Hanna I am Yusuf أنا Yusuf I am Amira أنا Amira طيب عندنا في البكيتشار قدامنا دي الصورة دي هنا بتقول إيه؟ busy bee بتقول look and say look and say يعني إيه؟ يعني أنظر look يعني أنظر and say وقول عند البكيتشار قدامنا دي الصورة دي في تو بايز كده قدامنا ولدين في نتخيل إيه ممكن الحوار اللي يكون بينهم وم بعض ممكن يكون بيقولوا البعض إيه؟ ممكن صادقنا ده مثلا يكون بيقوله hello بيرحب بصديك وبيقوله أهلا I am وبعدين يقوله اسمه I am أحمد مثلا what's your name ما اسمك فيرد عليه صادقه ده يقوله ويقوله I am إيه آه علي يقوله اسمه أنا علي مثلا أي اسم خلاص كده أوكي عندنا PG number 3 دي العنوان بتاعها اسمه phonyx phonyx يعني إيه phonyx phonyx يعني الصوتيات الصوتيات يعني إيه بردو إحنا قبل كده أخذنا في جيجي الليترز الليترز يعني الحروف الحروف a, b, c, d, e, f, g كل الحروف دي أخذناها وحفظناها وكمان نتعلمنا نكتبهم برضو هناخدهم تاني مع الدروس بتاعتنا بس هنعرف فيهم حاجة جديدة الساونس بتاعتهم الساونس بتاعتهم يعني الأصوات بتاعتهم يعني الليتر ده لما أشوف كده أنطقوا إيه هنا العنوان بيقولي learn sounds with بيزي بي يعني إيه learn تعلم sounds الأصوات with مع بيزي بي صدقتنا بيزي بي النحلة الشقية وعندي قدتني هنا إيه لاتر هنا اللي هو إيه البي حرف البي اللي هو البي لاتر هنا هو ده اللي هنتعلمه هنعرف الساون بتاعتهم الصوت بتاعتهم بيزي بي بتقول إيه listen and repeat استمع قرر أوكي هنا إيه الصورة اللي في الصورة هنا قدامنا دي إيه دي شنطة أو حقيبة طبعا دي اللي بنروح بيها المدرسة اسمها إيه اسمها باج 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 فرس الليتر فيها إيه أو الحرف فيها إيه ب حرف البي حرف البي بنطقه إيه ب ب ب باج 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 ب بوك بوك كتاب باج حقيبة بوك كتاب ب بلو بلو اللون الأزرق باس باس عارفينه طبعا باس المدرسة بي 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 الاتنين بدئين بي ايه بحرف البي اكي هنا الأكتيف دي تاني النشاط ده بيقول لي look عن سيركل بي عن بي طبعا بي الأولانية دي دي بي سمول وبعدين دي بي كابتال هنبص على الكلمات دي وين حط دايرة على البي على حرف البي في الكلمات دي الكابتال والسمول طبعا فيه هنا سيركل على البي وفيه هنا السيركل برضو على البي اللي هو باللون الرد الأحمر دي وهنا برضو سيركل على البي اللي هي باللون الرد الأحمر وفيه هنا سيركل على البي دي بي كابيتل عليهم كل واحد عليها سيركل وهنا برضو سيركل على البي خلاص كده البيتش دي العنوان بتاعها رايتين رايتين يعني كتابة اتعلمنا عرفنا شكل حرف البي وعرفنا الساون بتاعه بيتنطق ازاي ودلوقتي هنعرف او هنتعلم ازاي نكتبه يعني ايه تعلم الكتابة مع بيزي بي يعني هنمشي عندي نلاقي هنا فيه نقط كده وهنمشي عليها هندوس عليها وهننطق بقى الكلمات دي ده ايه؟ ده حرف البي عبارة عن ايه حرف البي ده بتكتب ازاي؟ ادي عندي زي شرطة كده او خط مستقيم من فوق لتحت كده وفي اسفله فيه ايه؟ small circle شبكة في الخط من تحت يبقى دي عندي خط وشبكة فيه من الاسفل ايه؟ circle small circle دايرة صغيرة اهي حرف البي bag ده بي ايه؟ دي بي small نركز دي بي small bag يبقى هنمشي كده بالقلم الرصاص على ايه؟ حرف البي bag bus برضو هنمشي بالقلم الرصاص على حرف البي bus book برضو هنمشي بالقلم الرصاص على حرف البي كده نعمل الشرطة وبعدين ايه؟ الدايرة الصغيرة book blue ازرق برضو هنمشي على حرف البي هنا بي ايه؟ بي capital بتتكتب ازاي؟ نفس الشرطة اللي قلنا عليها من شوية بس بدل ما كنا بنقول دايرة واحدة؟ لا هنعمل الأول هنعمل دايرتين الأول دايرة فوق كده صغيرة small circle فوق وشبك فيها small circle برضو من تحت يبقى توس ايه؟ small circles دايرتين واحدة فوق وبعدين تحتها نعمل واحدة كمان ايه؟ تحت خلاص يبقى دي بي small ودي بي capital زي بي زي بي هتقول لنا طب يا مسئل فرق بين بي small وبي capital هقول لكم يعني معلومات عنهم كده اول حرف في الكلمة يعني الكلمة اول كلمة في الجملة اول كلمة في الجملة يعني لو بكتب جملة اول كلمة فيها اول حرف فيها بيبقى capital بقية الكلمات وبقية الحروف بكتبها small طب وإيه كمان؟ هقول لك أسماء الأشخاص أسماء الأشخاص أول حرف فيها سواء جات في أول الجملة أو في نص الجملة أو في آخر الجملة أول حرف فيها بيتكتب capital زي أحمد مثلاً الأي في أحمد بكتبها ايه؟ capital زي هاني الـ H حرف الـ H في هاني بكتبها capital هانا حرف الـ H في هانا بكتبها capital خلاص؟ عنديه الـ P الـ P G D هنتعلم فيها مجموعة من المهارات مهارات حياتية يعني حاجات كده تنمي إيه مهارات؟ مهاراتنا يعني listen point and say listen استمع point shower and say وقول open your book open your book يعني إيه؟ هنا عندي فيه تيتشر كده وقف في الـ class ومعها الـ kids الأولاد يعني أو الأطفال فهي بتكلمهم بتديهم إيه؟ instructions تعليمات بتقولهم open your book يعني افتح كتابك open your book افتح كتابك هنا إيه؟ close your book close your book يعني اقفل كتابك يبقى إيه؟ open يعني افتح close يعني اقفل open يعني افتح close يعني اقفل your book طبعا عارتنا النبوك معناها كتاب طب يور يور دي كلمة لما بشوفها بعرف إن الإسم اللي بعدها يبقى ملكك ملكك انت أو ملكك انت أو ملككم انتم أقول your book كتابك أو كتابك أو كتابكم خلاص؟ close your book close معناها اقفل اغلق your book كتابك كتابك أو كتابك أو كتابكم يبقى يور كلمة الإسم اللي بعدها لما شوف يور أعرف إن الإسم اللي بعدها ملكك انت أو ملكك انت أو ملككم انتم open your bag open your bag يعني ايه open your bag يعني افتح حقبتك افتح حقبتك open يعني افتح your bag يعني شنتتك أو حقبتك close your bag close your bag عرفنا برضو إن close معناها اقفل your bag يعني شنتتك بتاعتك انت ملكك انت خلاص يا أصدقائي طيب هنا العنوان هنا بيقول إيه unit review يعني إيه unit review يعني مراجعة على ال unit على الوحدة هنا بيقول let's make friends let's make friends يعني إيه يعني هيا نكون أصدقاء look and say طبعا إحنا اتعلمنا في اليونت اللي خدناها دلوقتي عرفنا مجموعة من المفردات اللي بتساعدنا في تكوين الإيه الأصدقاء زي إيه زي hello أما بقابل حد بقوله hello أهلا طيب إيه كمان لما بعرفه بنفسي بقول I am وبقول اسمي أما بحب أسأله عن اسمه بقوله what's your name لما بودعه وأنا ماشي بقوله good bye كل الحاجات دي تعلمناها النهاردة عندنا هنا البنونة دي بتقول إيه hello أهلا shake hands shake hands أنا شايفة إيه أنا شايفة هنا ولدين بيعملوا إيه بيسلموا على بعض يعني إيه بيسلموا على بعض بيتصفحوا يعني يعني إيه يعني shake hands shake hands يعني بيسلموا على بعض play يلعب طبعا بنلعب مع أصحابنا في المدرسة في الbreak بنلعب مع بعض أوكي آه الفونيكس طبعا عرفنا الحرف البي البي letter وعرفنا الساون بتاعها بو وخدنا كلمات عليها زي book bag busy be boss كل الكلمات دي أخدناها life skills عرفنا لما بقولك أو مسك قولك open your book معناها افتح كتابك close your book يعني اقفل كتابك تمام كده عندي البي جي دي الطايتل بتاعها أو العنوان بتاعها بيقول play time play time play يعني لعب time يعني وقت play time وقت اللعب إيه ده هنلعب يا مس آه هنلعب المنهج بتاعنا منهج مفيد وجميل جدا بس برضو فيه ايه فيه شوية لعب بيقى وطر فيه زي ايه كده بيقول هنا trace and complete the patterns trace and complete the patterns يعني ايه trace قلنا هنمشي هنخط كده على الايه على الحاجات هندوس عليها الاشكال دي ونكمل الايه النمازج اللي عندنا عندي اول حاجة عبارة عن شكل ايه ادا كده زي مسلسات كده شابكة في بعضها عبارة عن ايه عبارة عن قطع مستقيمة قطع مستقيمة خطوط كده شابكة في بعضها فانا همشي عليها كده بالالا مرصاص لحد ماكملها كلها تاني حاجة برضو عبارة عن قطع مستقيمة اهي كده 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 لحد ماكمل الايه pattern هنه عبارة عن balls اهي ادي ball 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 لحد ما كامل البولز كلها بالألم الرصاص طبعا عندي الشكل الأخير ده ده شكل إيه برافو ده إيه سنيك تعبان عبارة عن إيه حرف يو كده متصلة ببعضها حرف اليو هكملها برضو للآخر الهدف من النشاط ده إيه أني تنميت مهارة الكتابة عن طريق إيه عن طريق تقوية عضلات اليد بقوة عضلات إيه دي علشان ننمي مهارة الإيه الكتابة عندنا يبقى التدريبات دي مفيدة جدا يا مامز أنا بقول كده علشان طبعا لازم المامز يبقاعدين مع الأطفال في السن ده حتى هم بيشوفوا الدروس على الأل خالص وهما بيشوفوا الدرس الأول مرة بعد كده هم الطفل يقدر يشوفوا الدرس مع نفسه مرة واثنين وثلاثة بس لازم في أول مرة تكون المامي قاعدة معه عندي البيتش دي الانوان بتاعها play time برضو وقت اللعب هنعمل إيه trace and color برضو هنكمل نفس الأشكال اللي عندنا هندوسها عليه هنخططها للآخر عندي tree عندي إيه الشجرة دي عندي السلالم دي وعندي كل الأشكال دي هنكملها للآخر عشان هنكمل إيه الصورة ونلونها بقى طبعا كلنا بنحب التلوين كي وبكده نكون وصلنا لنهاية درسينا النهاردة يونت وان أتمنى الدرس يكون تكونوا استفدتوا منه لو فعلا استفدتوا من الدرس ما تنسوش تعميل like وشير ويسبسكرايب للقناة أشوفكو على خير مع السلام